كن ولا تكن ولا شك أيها الإخوة والشك شيخنا أستاذنا أن أولى ما نبدأ به كلمة النجاح نعم شرط النجاح التوحيد والشيخ له قدم راسخة وباع طويلة في قضية التوحيد من خلال كتابه أول سمرة إنتاجه أظن نعم حقيقة التوحيد يدرس في كثير من المعاهد وفي أيدي كثير من الشباب شخنا ما حقيقة التوحيد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فجميل أن نسعد الأمة وأن تسعد الأمة بفضل الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات النورانية المباركة من شيخ مبارك عاش طوال حياته في الدعوة إلى الله عز وجل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتوفيق وأن ينفع بكلماتنا الأمة إنه لي ذلك والقدر عليه وجميل كما تفضلت أيها الشيخ الفاضل الجليل أن أعظم وأجل ما نبدأ تذكرة أمتنا الحبيبة به هو التوحيد نعم زاك الله خير فالتوحيد هو مفتاح دار السعادة نعم وهو طريق النجاة في الدنيا والآخرة نعم ولا سعادة للأمة ولا نجاه إلا إذا حققت هذا التوحيد بصفائه وشبوله الأمة والفرد نعم يعني الأمة أولا نعم الأمة أولا بأفرادها بأفرادها آه لا نجاة للأمة ممثلة في أفرادها من الموحدين الصادقين إلا بتحقيق هذا التوحيد نعم فالتوحيد هو الصيحة الأولى لكل رسالة لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبي سبحان الملك ما من نبي ولا رسول إلا ودع قومه أول ما دعهم إلى التوحيد سبحان الله وحذرهم من الشرك والتنديد نعم قال تعالى حكاية عن هود نعم وإلى عاد أخاهم هودة نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم وإلى مذينا أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم وبالجملة قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده نعم نعم شخنا يعني رمضان نعم ونحن نعيش في هذه الأيام هل لها نأتى الأمة برمضان نعم إزاك الله خير نعم فنحن نعيش في هذه الأيام رمضان التوحيد علاقة رمضان بالتوحيد أسأل الله عز وجل أن يعيد الأيام على أمة التوحيد بالخير والبركة والقرب من الله سبحانه وتعالى وأن يفرج كربها وأن يتولى أمرها وأن يحسن خلاصها إنه لذلك والقدر عليه رمضان والتوحيد التوحيد لا غنا للأمة عنه في رمضان ولا في غيره بل مع كل نفس من أنفاس الحياة يجب أن نحيا بالتوحيد ولقد أحيى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك فمهما صام وهو على غير التوحيد حبيط عمله أحسنت ولقد أحيى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد الله أكبر وكن من الشاكرين فقضية التوحيد يا أبا علاء لا ينتقل منها إلى غيرها لا ينتقل منها إلى غيرها بل ينتقل بها بها ومعها إلى غيرها فيجب أن تلازم الأمة التوحيد مع كل نفس من أنفاس الحياة في رمضان وفي غير رمضان حتى تنجو لأنه لا نجاة لها إلا بالتوحيد قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين التوحيد يا شيخنا في رمضان كنت أنتكلم في مشاهد العبودية في الصيام فذكرنا من مشاهد العبودية في الصيام التوحيد والتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية في مشهد التوحيد في الصيام أن الرزاق والله جميل سبحانه وتعالى أنه يطعم ولا يطعم جل جلاله يطعم ولا يطعم ومشهد الألوهية أنه لا يتعبد إلا لله بترك الطعام والشرب نعم كبير ومشهد الأسماء والصفات أن الله جل جلاله من خصائص إلهيته وصفات ذاته أنه لا يأكل سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه وتعالى ولذلك أبطل الله ألوهية عيسى وأمه حين قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عنه الطعام فكأن الله جل جلاله يذكر أن من غصائص أسمائه وصفاته وغصائص ذاته جل جلاله أنه لا يأكل ولا يشرب ولعل هذا من معاني اسمه الصمد جل جلاله سبحانه وتعالى أنه لا يأكل ولا يشرب فمشهد التوحيد من أجل المشاهد في الصيام إذا تعبد الإنسان لله جل جلاله باسم الله الغني واسم الله الصمد واسم الله القدوس جل جلاله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاصة في الصيام وأيضا شيخنا هل ترى وحال الأمة اليوم كما ترى أن التوحيد أحد سبل التمكين يقينا بل لا شعور حتى بالأمن بالأمن نعم الذي افتقده كثير من الناس ولا تحقيق للتمكين والاستخلاف والعزة إلا بالتوحيد بالتوحيد نعم فالتوحيد يا أب علاء هو قضيتنا الأولى نعم ويجب أن يظل التوحيد قضيتنا الأولى وعلى كل داع صادق يسير على ضرب الرسل والأنبياء أن يعلم يقينا أن قضيته الأولى هي قضية التوحيد ولا ينبغي أبدا أن يبدأ بغير التوحيد أو يلتفت عنه أو يلتفت عنه أو يحيد عنه في أي مرحلة من مراحل البناء لهذه الأمة الكريمة المباركة نعم كما فعل سيد الدعاء وإمام الأنبياء والمصالين صلى الله عليه وسلم فقضية التوحيد لا تمكينة ولا عزة ولا نصرة ولا استخلافة ولا أمانة إلا بالتوحيد قال الله عز وجل نعم سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض نعم كما استخلف الذين من قبلهم نعم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم نعم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا نعم يَعْبُدُونَنِي الشرط آه لا يشركون بي شيئا نعم ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إذن تمكين واستخلاف وأمان وأمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الهداية والأمان الهداية والأمان تب العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نعم يبقى لا عزة إلا أيضا بتحقيق الإيمان بالتوحيد نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين فلا مصرة من الله إلا لمن حقق الإيمان صادق يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فأتا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين كل هذا لمن لمن حقق الإيمان ابتداء يا أيها الذين آمنوا نعم إذا لابد من أن تعي الأمة أنه لا عزة ولا استخلاف ولا تمكين ولا نصرة ولا رخاء ولا استقرار ولا أمان إلا بتحقيق التوحيد نعم والتوحيد شيخنا يعني لابد أن نعرج على ما يضاده نعم وهو الشرك نعم ولكل أمة معبوداتها وما تشرك به فإذا كانوا على عهد سيدنا إبراهيم الخليل قد أشركوا بعبادة النجوم والكواكب وعلى عهد سيدنا نوح ود ويغوث ويعوق ونسر نعم وفي عهد سيدنا موسى عبد العجل وفي عهد سيدنا عيسى عبد الصليب إلى آخره نعم فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يعود الآن هبى الولاة والعزة نعم وإنما هناك معبودات عصرية نعم شركيات يقع الناس فيها لتحقيق التوحيد لأن ابن القيم عليه رحمة الله يقول والتوحيد ألطف شيء نعم وأدقه نعم وأنزهه وأصفاه تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة قفية فالخطر الشديد على التوحيد من الشرك والخطر الشديد في الشرك قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله صحفه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الشرك في أدي الأمة أخفى من دبيب النبي نعم فهل لا نوجه الأمة إلى بعض الشركيات الحديثة نعم لا شك ولا ريب أن الحديث عن التوحيد وعن فضل التوحيد حديث يحتاجه إلى رمضان أينا لكنها رسائل وإشارات سريعة يود شيخنا المبارك أن يرسلها وأنا معه إن شاء الله وتعالى إلى الأمة لكن فقط لو أذنت لي أبا علاء أن أذكر الأمة بحديث واحد أو حديثين في فضل التوحيد حتى تعي الأمة قدر هذه العبادة وأشرف وأعظم وأجل عبادة وتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الله أكبر على ما كان من العمل وفي رواة عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى سبحان الملك جل جلال الله هذا رائع جدا أن الإنسان تكتب له النجاح بهذه الشهادة بالتوحيد كلمة النجاح بالتوحيد لكن أرجو أن تنتبه أمة الحبيبة وإخواني وأخواتي أن التوحيد الذي ينجو به صاحبه ليس مجرد كلمة يرددها الإنسان بلسان وإنما لابد من أن ينطق بلسانه وأن يعتقل بجنانه وأن يعمل بجوارحه وأركانه لأنه صلى الله عليه وسلم قال مثلا من علم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول مستيقنا بها قلب دخل الجنة والقاعدة الأصولية كما معلومة عند إخواننا وأخواتنا أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب فهذه الأحاديث المطلقة في فضل التوحيد قيدت فلابد أن نعي فضل التوحيد أما الشرك فخطره عظيم بل هو أقبح الذنوب وأكبر الكبائر والمشرك أجهل الخلق بربه لأنه أشرك معه شريكا واتخذ معه ندا وربنا جل وتعالى قل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال جل جلاله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال جل جلاله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيم وقد ذكرنا الآية يحذر الله تبارك وتعالى نبيه إمام الموحدين بقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا يحبطن عملك نعوذ بالله فالشرك خطره عظيم وينبغي على المسلم أن يخاف على توحيده نعم أن يخاف هذا إمام الحنفاء سيدنا إبراهيم نعم يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصناق صحيح يا سبحان الله كان وارد أن سيدنا إبراهيم وهو خليل الله أنه ينبض الأصناق لكن هذا هو الخوف نعم الخوف والتوحيد عشان أحيانا بعضهم حين يسمعون أن نتكلم عن التوحيد يقول الأمم محيدين أنتوا تكلموا في إيه خلاص الكلام ده عدى من زمان صحيح معداش صحيح معداش من زمان والحاجة وإنما ينبغي دائما أن يتخوف الإنسان على توحيده هذا سيدنا إبراهيم يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصناق وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول الله مني أعوذ بك أن أشريك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه صلى الله عليه وسلم فلا نبغي أن يتوهم أحد مننا أنه أكبر من الزلل والوقوع نعم فلا بد أن يذكر الإنسان من نفسه دائما بحقيقة توحيد وتحقيقه وبخطر الشرك والفرار منه نعم والشرك يا أبا علاء نعم نوعان نعم شرك أكبر وهو اتخاذ الند مع الله أو من دونه نعم وشرك أصر وهو الرياء كما تفضلت قال الشيخون عبد القيم والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيًا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان سبحان الملك شرك الرجاء شرك الدعاء شرك الرجاء إنه يبقى قوة رجاء في الليف جيب أو لما عارفه أقوى من قوة رجاء في الله جميل هات بقى ما عندك في هذا وشرك الدعاء شرك الدعاء إنه هو حين يدعو القبور ويظن يا سيدنا الحسين أو يا سيد يا بدوي أو يا كذا يظن إنه هو ده الدعاء مستجاب مش يا الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وشرك المحبة شرك المحبة هذا شغلانة كبيرة أسأل الله عز وجل اللهم ازرع في قلوبنا حبك وانزع من قلوبنا حب من سواك هذا من الشرك الحادث الخطير جدا في زماننا نبسميه تأليه النفس نعم وعبادة النفس الحديث إن شاء الله في سنة ده كلام لكن إن شاء الله حديث جيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل هذه قضية كبيرة جدا شيخنا في المحبة قضية المحبة إن الإنسان يحب على هواه يحب لهواه وينسى الله يحب ما يبغضه الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله هذا الذي اتخذ إلهه هواه فأحب لهواه وأبغض لهواه ووال لهواه وعاد لهواه فصار هواه إلهه صار هواه إلهه ومحبوبه الذي يعبده ويوجهه وشرك الخوف أن يخشى أحدا كخشيته الله لا إلهي وهذا شيخنا خطير نعم في الحديث أيضا إن الذين يجاهرون الله بمعصية السر سلمنا رب كل أمتي معافة إلا المجاهرين يراعي الناس في الظاهر وإذا خلى انتهى كمحارب الله لعلك تريد حديث ثوبان الذي رواه البيهقي والحاكم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء بيضاء مقبولة فيجعلها الله هباء منثورة أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا هذا هو الحديث الذي أريده أنه جعلك الله دوما عونا على الحقي أن هؤلاء أي شيخنا لاحظ شيخنا إن هؤلاء جاءوا بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء ورسول قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل يخيمون الليل ثم تجعل حسناتهم هذه هباء منثورة من يشخنا اللي تجعل حسناتهم هباء منثورة لا إله إلا الله الكافر نعم فمعنى ذلك أنهم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون ثم يموتون على غير الإسلام لا حول الله فسوء خاتمتهم بسبب شرك المراءة هذا أنه يراعي الناس فإذا خلا بمحارب الله انتهاك اللهم استرنا ولا تفضحنا وعافينا ولا تبتلنا شيخنا كما ذكرت التوحيد عايز لحد السنة الجاي والشرك الخطر فيه في التحذير من المألوهات الحادثة تأليه النفس وشعب عبادة النفس تأليه الهوى ومرادات الناس والعادات والتقاليد تأليه التلفزيون والهبل العصري والنت تأليه العقل والغرور بالفكر والأفكار الحادثة إلى آخره شرك الحاكمية وهذه الشركيات الحادثة لنحذر منها ليصح لنا صيامنا وعبادتنا وندخل جنة ربنا شيخنا أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عتقاء هذه الليلة من النار اللهم أعطق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وعلمائنا ومشايخنا ودعاتنا وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله بزاك الله خيرا وسهلت بلقاءك والوقت معك بيقير بسرعة إلى اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله